بث تلفزيون البحرين برنامج خاصا حول قانون الانتخابات التمييزي في قطر حيث أكد السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون خلال مداخلة مرئية في البرنامج أن قانون انتخابات ميجلس الشورى القطري أسس للتمييز العنصري أسس للتمييز العنصري وسلب الكرامة وصنف المواطنين بشكل طبقي بعد أن استأصى المكون أصيل من المجتمع القطري ألا وهم قبيلة المرة إلا أن من منطلق المسؤولية لا بد أخي العزيز من تسليط الضوء على هذه الانتهاكات الجسيمة التي تطال المواطن القطري الذي لا حول له ولا قوة في الوقت الحالي في ظل حملة الترهيب والتخوين التي تطالهم جراء مطالبتهم بأبسط حقوقهم وهي المشاركة في الانتخابات دون تمييز واسمح لي هنا كذلك أشير إلى سياسة النظام القطري حيث في الوقت الذي يقدم نظام قطر نفسه كداعم مفترض للديمغراطية والحريات في العالم العربي غير أن قانون الانتخابات يحرم شريحة أصيلة من المجتمع القطري من ممارسة حقهم الانتخابي وهو حق أصيل يدخل ضمن الحقوق السياسية